ناقش اجتماعي بمحافظة الصناعة برئاسة أمين عام المجلس المحلي عبد القادر الجيلاني مواجهات إعداد الخطة التنفيذية للعام 1440 الهجرة وتطرق الاجتماعي لأبرز مواجهات مرحلة تحديد مشاريع الخطة وركز المجتمعون على ثلاثة محاور رئيسية في الخطة تمثلت في شبكة مجاري لمنطقة سنحان وصنعاء الجديدة وتصريف مياه الأمطار والسيول بمدير الصناعة الجديدة وكذا الاهتمام بالمناطق الحدودية والمداخل مع أمانة العاصمة ومحاولة القضاء على العشوائيات فيها مع إعطاء الأولويات للمشاريع التي أدرجت في خطة العام 1445 للهجرة كمرحلة أولى وفي الاجتماع أكد الأمين العام أهمية إعطاء الأولوية لمشاريع البنية التحتية التي تلبي طموحات المواطنين وتسهم في تخفيف معاناتهم ترجمة نانسي قنقر